شهدت محافظة بنسوي في افتتاح معرض السلع بمدينة إهناسيا ضمن سلسلة معارض أهلا رمضان استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم وذلك للتصدي لغلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين وبأسعار مخفضة ويضم المعرض المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت ومستلزمات الشهر الفضيل من اليميش وغيرها حيث يضم احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية والتي تقل أسعارها عن مثيلتها في الأسواق موزمع إن شاء الله إقامة سبع معارض في سبع مراكز لمحافظة بنسوي فيه بالإضافة إلى العربيات المتنقلة القرى اللي ما فيهاش معارض هيكون فيها عربيات متنقلة خاصة بشباب الخارجين وخاصة بالقوات المسلحة وخاصة بالشركة المصرية العربيات دي هتكون فيها كل السلع المحتاجة للمواطن اللي هي أصل موجودة في المعرض هتتنقله لغاية عنده في القرية لغاية قدام بيته أنا جيت النهار ده لقيت الأسعار فعلا مخفضة وليت كل حاجة موجودة وكل حاجة متاحة السكر موجود ورز موجود وأسعار مخفضة وفيه كل السلع وبنشكر السيد رئيس الجمهورية وبنشكر كل الكيادات على مستوى محافظة بنسوي في مركز ومدينة إهناسية والأسعار هنا كويسة جدا والأسعار متوفرة وكل حاجة هنا جميلة وكل السلع متوفرة أنا جيت معرض أهل الرمضان ولقيت كل السلع متوفرة حتى من ضمنهم السكر والزيت وكل ده أسعار مخفضة